اكدت الكاتبة سوسا شاعر ان تصعيد قطر ضد البحرين متعمد وليس عشوائيا تريد من خلال تجربة ردة فعل تتجاوز مجلس التعاون للتذكير حين سكتت دول مجلس التعاون على الاعتداءات القطرية على فشت الديبل في ابريل عام 1986 تم اختبار تماسق المجلس وقوته النافذة على اعضائه فتجرأ صدام حسين على الكويت بعد عدة اعوام البحرينيون يريدون ان يسمعوا رأي دول مجلس التعاون في الممارسات القطرية تجاههم وكل ناثق بحكمة قيادته اذ لم يكن الضغط الذي جوبه به الامين العام لمجلس التعاون في البحرين موجها له شخصيا ابدا بل له كل الاحترام والتقدير انما الضغط موجها لمنظومة المجلس والسؤال موجها لقيادته الرشيدة فلا يواخذنا ان كانت تساؤلاتنا مكررة وشكلت له حرج بل لا نلومه شخصيا انما نطالبه بالتفاهم الموقف البحريني فلنا كل الحق ان نعرف الى متى ستظل قطر تتهرب من التزاماتها تجاه اعضاء المجلس والى متى سيبقى المجلس متفرجا على من يهتك ستره ويخرق امنه والى متى ستبقى الدول شاهدة وصامتة بدعوى الحياد لا يجب ان ينظر الى ما تقوم به قطر على انه جس نبض لمنظومة المجلس فقط مقطع من يعتقد ان قطر تختبر صبرنا بل هي تختبر المجتمع الدولي الان هو اختبار ان مر فسيكون التطاوض اكبر واكثر ان تأجلت المعالجة فسيكبر الورم تصعيدها ضد البحرين متعمد وليس عشوائيا تريد من خلاله تجربة ردة فعل تتجاوز مجلس التعاون فان شاهد المجتمع الدولي سقوط مجلس التعاون فلن يعارض بعد ذلك تطاول قطر على طرف اخر وربما يدعمه بل وهذا هو الاهم لن يعارض المجتمع الدولي ان تعرضت ايا من دول المجلس لاي خطر خارجي فالمجلس لا نفوذ له بين اعضائه فهل سيكون له نفوذا خارجه هذا ما تريد قطر تثبيته تعديها على بحارنا وبحارتنا شكواها لمجلس الامن اساءتها المتكررة في اعلامها تحريضها وتعاونها مع الفريم من العدالة في ايران كل ذلك مقصود ومرتبط بالتوقيت ولا يمت بصلة للسيادة التي صدعت بها رؤوسنا ولا يمت للحقوق ولا يمت بالتأكيد للشرف والمروءة والخصال العربية الخليجية الاصيلة التي تتمتع بها كافة قيادات دول المجلس لكنه مقصود وممنهج والمجلس ما زال متفرجا حتى اللحظة والعالم يشاهد سكوت دول المجلس ويشاهد الرغبة في عدم التدخل وهذه اخطر رسالة يرسلها مجلس التعاون للقوى والدول التي لها مصالح معنا وللدول المتربصة بنا وهذا ما تريد قطر ان تحظى به قطر تختبر المجلس نيابة عن ايران وبدلا من تركيا بل وبدلا من اي قوة متربصة بالمجلس لتقوم بالخطوة التالية وحينها لن ينفع الندم اليوم يسكت المجلس عن تعديات قطر على البحرين من جديد فأي رسالة نريد ان تصل الى العالم عن مجلسنا ومن سيتلقف الرسالة هذه المرة ترجمة نانسي قنقف الرسالة ترجمة نانسي قنقف الرسالة ترجمة نانسي قنقف الرسالة